بسم الله الرحيم اهلا بكم نهاردة عينيبتدي نتكلم على الأجزاء بتاعة عملية بتاع او التكرير طبعا بتاع البترول اللي همنا في الاول هي عملية التقطير التجزيئي او بنقول عليها ما لها بقى التقطير التجزيئي او عملية الفصل طبعا احنا بنكلم على فصل لمكونات زيت خام لو كرود اويل وزي متفقن ان زيت الخام بيحتوي على ثلاث حاجات بيحتوي على غازات لها زي من سي واحد لسي اربعة وبيحتوي على سوائل زي من سي خمسة لغاية سي سوائلة خفيفة او سائلة سوائلة هم الاثنين سائلة بس طبعا عدد كرودين مختلف زائد المواد الصلبة اللي هي اعلى من سي خمستاشر طيب احنا نتكلم طبعا فعملية الفصل يعني انت عايز توصل لي ايه بالزبط احنا عشان نشيل الحاجات دي كلها من بعض مقدم ناش غير طريق واحدة هو عملية او التقطير التجزيئي بالتقطير التجزيئي بيتم طبعا في الاول بصوا انا عازر اسملكم الشكل احنا منجيب الزيت بيبقى في خزان بالمنظر ده كده ويبتدي يسخنوا عند ربعمائة درجة ماوي والخزان ده يخش طبعا التسخين بتاعه مش بيجيب الزيت وسخان عند ربعمائة على طول لأ وبقالي الزيت ما بيجيله في المواسير يمشي في المواسير عشان يوصل للحجرة اللي فيها ربعمائة طبعا بيتعدى على درجة حرارة كتير يعني مثلا مية مية وخمسين متين متين وثلاثين وغير ما يوصل للربعمائة عشان بيقاش التسخين على طول وبعد كده بيخش على الحجرة بتاع الفصل الحجرة بتاع الفصل دي اللي هي بنقول عليها زي عندنا الكونيكل الكونيكل البارد مش احنا عندنا في الديسليشن حبارة عن اتنين كونيكل بالمنظر ده اهو ادي كونيكل وادي كوندنسر للمائل فاكرينه وكونيكل التاني اللي بنستقبل فيه التسخين ونحط هنا الميكس بتاعنا ونسخنه ده اللهبه هوت ونستقبله هنا ده بارد مش كده نفس الكلام دي دي الفلسكة اللي بنسخنها احي ودي الفلسكة البردة طبعا فلسكة عن فلسكة تفرق دي فلسكة ازاز ودي ما شاء الله قوضة قوضة كبيرة واي واحد يعدي على شكل بترول بيلاقي فيه اللهب طالع من فوق اللهب اللي طالع من فوق دي هي القوضة تحت التكرير واللهب اللي طالع فودة اللي هو الغاز الميسان اللي هربان من عملية اللي ايه رغاليين طيب وده اكثر ايه تطاييرا طيب ده اللي هو بيبتدي يخش على البرج ويسخن ويطلع بالمنظر ده طيب انا عندي بالطريقة دي فيه اصبح فيه نوعين فيه تقطير عند ضغط جوي عادي عادي انا بسخن تحت فلسكة وعادي وان اتموسفير طبعا الضغط العادي واحد اتموسفير وواحد بقى تاني تحت جوي جوي منخفض اه هنا دي بقى الفكرة احنا يا جماعة لما نجي نبخ في البيت نبخ بنبخ في ايه في حل الضغط صح عشان ليه حلت الضغط نجيب الحلة ونحط اللحم ونحط المية ونغلي ايه ايه ليه حل الضغط عل الضغط بترفع من الضغط فبالتالي درجة الحرارة بتبقى قوية يعني بدل ما هي 100 درجة مقوية بتبقى خمسمية اتنين وسبعين لغاية ستمية درجة مقوية عشان انا طبقت ضغط عليها عملت بريشر طب لو انا جيت اعملت الكلام ده في البنزين لانا مساخن عندي 400 يعني معانا كلام ده انا جيت اعملت ضغط اوبا بقى عندي 800 بقى عندي 1000 حرقة البترول بتاعي اي مادة عضوية في الدنيا اللي ربنا خلقها مزيتش عن 500 درجة مقوية بقى ازيب من 500 خلاص حصل لدي كموزيشة حصل لها احتراق كامل زي الخبز بالزبط تصور على غيف حيش بسخنه على النار وسبته فترة هاي تبقى ايه اسود نتيجة تكون كربون طب انا ندوتي انا مش عارف افصل انا بساخن عند 400 درجة مقوية هنا وبستقبل في الفلاسكا البردة زي ما احنا قلنا عليها من فلاسكا سخنة وبستقبل هنا طب الله المادة مش عايز تتفاصل معاي طب ا اعمل ايه المادة كلها مداخلة ببعض اه في الحالة دي بروح منقص الضغط الجوي نقص الضغط الجوي لما اسحب الضغط المادة بتغلي عندي عند مش عند ربعمية المادة اللي بتغلي عند مية او عند متين هتبتدي تغلي عند المية وخمسين تقل فبالتالي عملية الفاصلة تبقى ايه اسهل بكتير ودي بنطبقها في الصوليز او في الهاي فسكوستي من الليكويد يعني ايه من اكتر من سي ستين اما هنا في التقطير التجزيد جوي العادي من سي واحد لغاية ستين طيب الشكل العام بتاعنا ان هو سواء ضغط عالي او ضغط منخفض او ضغط عادي عايزين نعملها كده وان اتموسفير وده هنخليه ضغط عالي وده هنخليه ضغط منخفض يبقى ده وده بنستخدمهم بالتفصيل اما الضغط العالي لا نلجأ له نتيجة ايه تجنب حرق المادة الايه البترولية كده احنا هنقف في الفاصل ده المرة الجاية بقى ان يتدي نشوف شكل البرج بتاع التقطير ونواتج التقطير والتقطير في الجوي المتخفض او في الجوي العادي شكرا يا جماعة